تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع بنية لكبلات الألياف الضوئية أحد شركات مجموعة بنية المقام بشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس أحمد ميكي رئيس مجلس الإدارة ورئيس تنفيذية لمجموعة بنية الذي أكد أن المصنع يعد أكبر مصنع لكبلات الألياف الضوئية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وتم إنشاؤه على مساحة تقدر بستين ألف متر مربع والمصنع حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي ومن المخطط أن يغطي احتياجات مصر من كبلات الألياف الضوئية ويصدر إلى دول المنطقة